اشتركوا في القناة على سعادة السفير تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله إلى خادم الحرمين الشريفين وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام الرفعة والتقدم والنماء كما هنأ سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤشدا بعمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع المملكتين الشقيقتين وما تشهده من تكامل وتطور ونماء مستمر على كافة الصعود والمستويات ومن جانبه حمل خادم الحرمين الشريفين سعادة السفير نقل تحياته إلى ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله متمنيا لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الدبلوماسية ترجمة نانسي قنقر